هو من 47 سنة و 6 شهر تقريباً اللي هم عمري يعني ما كانش في حاجة اسمها الإدارة العامة لأطفال السن المدرسي على حسب عين عمري ما سمعت عن حاجة زي كده بس السؤال هو بقى واتعملت ليه؟ وازاي؟ وعلشان ايه؟ اللي أنا فهمت من التقرير اتعملت سنة 2018 مش كده؟ لأ العيادات اللي هي الخاصة بالشباب والمراقين اللي هي بدأت تنفيذة لكن الإدارة موجودة من زمن من التسعينات من تسعينات؟ كنت أنا في سنة وفي التسعينات دي وكانت موجودة قبل كده خاصة بالخدمات الخاصة بالصحة المدرسية وتوعية المدرسية لكن ضم لها حديثاً العيادات الصديقة للشباب والمراقين شفت أنا دخلت في الموضوع إزاي لسه مرحبناش بدكتور جمال دكتور جمال الكاشف مدير عام الإدارة العامة لأطفال السن المدرسي متواجد معنا في الستوديو منورنا ومشرفنا ما دخلت في الموضوع لأن الموضوع لفت لنظري جداً جداً شكرك شكرك عبد المقدمة ومساق خير عليك ومساق خير على السادة المشاهدين وهو الإدارة معنية بتقديم كل الخدمات الوقائية والاحترازية داخل منشآت التعليمية ويعيدات صديقة للشباب المراقين هي إدارة بتتبع قطاع الرعاية الأساسية الأولية رعاية الصحية الأولية والتمريد والإدارة المركزية للرعاية المتكاملة في وزارة الصحة والسكان طبعاً وحدات الرعاية الأساسية والرعاية الأولية على مستوى الجمهورية تتعدى فوق الخمس تلاف واحدة كلها معنية بالوقاية بتقديم الخدمات الصحية وتسقيف الصحة والتوعية كان من ضمن أولويات وزارة الصحة أن هي بتقدم خدمات لكل المواطنين بمختلف الأعمار بتاعتهم فتوجهات القيادة السياسية في الفترة الأخيرة والفترة الأقوانية باهتمام بالغ المدى والاهتمام بفئة الشباب والمراهقين بدأت تخلين احنا كلنا كمسؤين في وزارة الصحة أن احنا نهتم بهذه الفئة فاهتمام الدولة واهتمام القيادة السياسية بفئة الشباب قدتنا الحافظ والدعم القوي أن احنا نبدأ نفكر في تقديم خدمة وقائية صحية توعوية تسقفية ومشهورة للفئة العمرية من الشباب والمراهقين اللي هي بتستهدف فئة عمرية محددة من 10 إلى 24 سنة من 10؟ من 10 إلى 24 سنة إلى 24 سنة طيب أنا هستأذن يمكن هنروح لفاصل سريع وهنرجع لكن أنا قبل ما هنروح الفاصل هاتكلم مع المشاهد في إنوانا داخل فبقول لدكتور جمال تقولوا أيوا المراهقة دي صعبة قوي أنا عندي جوز معلميني الأدب فضحك قال لي أنا كمان عندي في نفس السن السن صعب فيتوجب كان على الدولة جداً لاهتمام وده اللي حصل بيحصل إيه بقى ويترى دور الإدارة إيه وهتساعد ولادنا إزاي هرجع على المسألة والسكان وزارة الصحة والسكان والسكان فضل وينور وشرف في الإدارة عندنا وعلى الرحب والسعى لكن إحنا بنوصل كل الخدمات التثقفية والتوعوية والمشهورة من داخل العيادات المجهزة والمهيئة فيها مقدم الخدمة من الأطباء والتمريد اللي تم تدريبه معالى حزمة متكملة وهقول لحضرتك بالظبط إحنا عملنا الحزمة دي إزاي ومن اللي حضر معانا والتكاتف اللي كان موجود من كل الجهات المعنية ذات الصلة بفئة الشباب لأن فئة الشباب دي بالنسبة لنا إحنا كدولة وبالنسبة للوزارة عندنا وبتوجهات معالي الأستاذ الدكتور خلد عبدالغفار وزير الصحة لا يتوانى في تقديم كل الخدمات الصحية لكل الفئات العمرية الموجودة على مستوى الجمهورية ودعم من الأستاذ الدكتور وائل عبدالرازق رئيس القطاع الرعاية الصحية والتمريد والدكتور محمد عبدالغفار رئيسي لدولار المركز دير العالم المتكملة بدأنا نفعل ونوسع في دايرة نطاق تهيئة عيادات صديقة للشباب بتقدم خدمات لكل فئات العمرية اللي أنا قلت الحديقة عليها اللي هي من 10 إلى 24 سنة حلو البداية كانت إزاي؟ ركزها لي قوي عشان فضل لي أربعة دقايق حاضر ماشي البداية كانت فكرة والفكرة دي اقتبسناها من توجهات فقامة السيد الرئيس في مؤتمرات الشباب اللي حصلت في الفترة الأخيرة واهتمام الدولة بفئة الشباب ويمكن لو حركت تتماشى معي في التوجيه الأخير أن القيادات أصبحت النهاردة كلها من فئة الشباب أغلب القيادات على مستوى الدولة من المحافظين من نواب المحافظين من القيادات اللي موجودة في كل الجهات التنفيذية أغلبهم شباب فأصبحنا نحن بناخد ونقتبس من فخامة السيد الرئيس التوجيهات وبنقدم بها الخدمات اللي موجودة على قطاع الرعاية الصحية والطمريدة على مستوى الجمهورية فأنشأنا في البداية كانت عبارة عن 12 عيادة بالزبط بتكاتف كل الجهات ذات الصلة بفئة الشباب والمراكين وكل قطاعات وزارة الصحة والسكان حاضروا معينا الاجتماعات وحاضروا معينا الفكر وحاضروا معينا التوعية وبدأنا نقول هنقدم إيه للشباب الجهات ذات الصلة من المنظمات الدولية زي منظمة الصحة العالمية زي سندول أم المتحدة للسكان زي هيئة اليونسيف كلهم شاركوا معنا في أن إحنا إزاي نفعل الخدمة دي وإزاي نوصلها لولي الأمر أو الطفل نفسه الشاب في سن المراهقة عشان نجنبه سلوكيات خطرة كثيرة كلنا بنعاني منها ويمكن حضرتك قبل منطلع الهوى كنت بتقول لي أن فيه اثنين معي في البيت مغلبيني فأنا قلت له حقيقة وأنا كمان نفس النظام ده جيل يعلم لكن هو جيل بيسلم جيل والجيل الحالي هو متخيل أن إحنا ما كناش في المرحلة العمرية دي أو في فاطل العمرية دي صحيح فهو بينتقل من مرحلة لمرحلة وبتخيل بقى بيكبر وينضج لكن ما بيحسش بالمشاكل اللي ممكن تواجهه بالصعبات اللي ممكن تواجهه التغيرات الجسمانية اللي ممكن تواجهه التغيرات النفسية اللي ممكن تواجهه لكن إحنا من خلال الإدارة إدارة سن المدرسة والمراهقين بدأنا نعمل حاجة اسمها دليل دليل حزمة خدمات مقدمة للشباب والمراهقين التعريب بفترة المراهقة اسلوب الحياة الصحي السليم التغذية السليمة الاهتمام بالمشاكل النفسية اللي بتقابل وتواجه الشباب في السن المراهقة التغيرات الجسمانية اللي بتحصل التوعية بالأمراض المعدية وكيفية تجنبها الأمراض الغير معدية الاهتمام بصحة الفم والأسنان رفع الوعي الصحي والتثقيفي على كل ما يتعلق بالرسائل التثقفية اللي محتاجها الشاب والفتاة في مرحلة المراهقة الاختيار كان بالنسبة لنا 12 عيادة ده في البداية خالص في يناير 2018 بدأنا بـ 12 عيادة واخدناهم من مختلف المحافظات عشان نوصل للترددات والإقبال على العيادات فاخترنا من القاهرة 4 عيادات بـ 4 إدارات مختلفة اخترنا من أصيط 4 عيادات بـ 4 إدارات مختلفة اخترنا من سوهاج 4 عيادات بـ 4 إدارات مختلفة واختلاف المحافظات دي عشان نشوف التردد الشباب اللي موجود برضو الاختيار ما كانش كده لكن كان بمعايير ومعايير دي خدناها من منظمة الصحة العالمية ان الترددات عشان تزيد والدعم الطلب على عيدات صديقة للشباب عشان يوصل للشاب في السن ده لابد ان يكون العيادة المهيئة للخدمة دي اللي بتقدم الخدمات قريبة من تجمعات شبابية قريبة من نوادي قريبة من مراكز شباب قريبة من أهاوي وقريبة من مدارس بدأنا نوسع الدايرة دربنا الأطباء والتمريد المقدم الخدمة ونرفعنا الوعي الصحي عندهم ازاي يتعاملوا مع الشاب المراهق في سن المراهقة وازاي يوصلوا لفترة لمرحلة الأمان اللي هو يقدر يطلع من جواه المشكلة اللي جاي عشانها الصعوبة اللي هو مش عارف يواجهها ازاي يتعامل معاه نفسيا ويهيئوا نفسيا لمواجهة الحياة اللي هو فيها ازاي يجنبوا السلوكيات الضرة اللي احنا بنخاف منها ازاي التدخين زي العنف زي الإدمان زي التحرش زي التنمر اللي موجود دلوقتي بدأنا نوسع الدايرة من 12 عيادة الى ان وصلنا النهاردة الى 2048 عيادة على مستوى الجمهورية بتقدم خدمات شباب ومراهقين قدمنا الى الان حوالي 12 مليون 667 الف خدمة للفعل عمرية الشباب والمراهقين من خلال قد ايه تردد 7 مليون 141 1090 متردد شاب وفتاة في سن المراهق على عيادات الصديقة للشباب والمراهقين من خلال التوسعة دي لـ 2048 احنا الحمد لله في المستقبل اللي جاي في الفترة اللي جاي هنوسع الديرة اكتر وحنوسع تهيئة مقدم الخدمة من الاطباء والتمريض على خدمات المقدمة للشباب والمراهقين عشان نقدر نوصل لكل الفئات العمرية اللي موجودة والمستهدفة بهذه المرحلة العمرية عشان نقدر نطلع جيل لانه ده سمرت نتاج وده الاستثمار الحقيقي للدولة واي دولة لا تبنى الا على وجود شباب قادر على مواجهة كل الظروف المحيطة بها مما نشك فيه هما العمود الرئيسي اللي احنا بنتحرك بالصبت مفيش دولة مفيش دولة لا تقام الا على شباب دكتور جمال يعني نورتنا وشرفتنا انا اللي بشكر شباب وحقيقي يعني كانت مركزة جدا مفيدة جدا هذا لا يعني احنا هنفضل طول الوقت انزلنا على حضرتك ونقولك عاوزين نعمل تقارير شرف ونعرف ونفهم بحيث انه اصدقائنا ورفاقنا من اولياء الامور يقدروا قدر الامكان يزوء اولادهم على ان هم يروحوا لهذه المراكز احنا محتاجين ان احنا نعمل كده مع نفسنا ومع اولادنا فاحنا نتعلم وهم كمان ياخدوا بالهم من نفسهم اكتر واكتر نورتنا دكتور جمال شكرك الف الف شكر كل الشكر دكتور جمال الكاشف مدير عام الادارة العامة لأطفال السن المدرسي والمراهقين بوزارة الصحة